الآن الذي يأتي للحكس سن القانونية تقاعد 60 سنة ويكون العقب إلا عامين خدمة وطنية تحتسب الآن لا يبقى أن يذهب للعادلة كما كنت تتكلم بعد قرار الوزر المشترك الذي مضيته مؤخرا والذي تم استدعائه في إطار التعبئة سابقا فهذا كل تحتسب في إطار المعاشتقاد من الفتاح ضرورة حساب سنين الخدمة الوطنية للمتقاعدين وكنت قدمت هذا السؤال للسيد الوزير السابق له منا أسمى عبارة التقدير والإحترام وكان جاوبني سيد الوزير بوحدة العبارة قال لي كان نقص في قراءة المرسوم هو كان المرسوم لا ينفذ قال لي كان عدم فهم ولا نقص في قراءة هذا المرسوم قال لي سنقوم باستدراك هذا الوضع بمرسوم تنفيذي وسنقوم باحتساب وكان من هذا المنبر قال لي لن يلجأ المتقاعدين الجدد إلى القضاء من أجل احتساب سنين تقاعد التقاعد للتقاعد للتقاعد إلا أنه للأسف الشديد مع الوزير حتى لهذه الساعة التي نحضر فيها لم يكن يحسبون لهم المواطن الجزائري يضع الملف على مستوى السندوق الوطني للتقاعد لا يحتسبون له السنين الخدمة الوطنية لازم يلجأ إلى العدالة رفع دعوة وهذه تكلفوا أكثر من ستين ألف دينار جزائري بل هو ما يقدرش كالناس ما تقدرش هذا العب بهدو هذا الحق التحم إحنا من باب أنه لازم نحفظه كرامة المواطن ونساعده المواطن بيدي الحقوق تاعه نريد أن نستطيع التطبيق والأسرامة في تطبيق هذه المراسيم تعلق باعتماد فترة الخدمة الوطنية في معاشة تقاعد ماذا بينا نوضح شوية الميرف باش نكونوا كل في نفس المستوى من المعلومات تم تكريس هذا الاحتساب مدة الخدمة الوطنية كمدة فعلية في معاشة تقاعد في ظل أمر 7403 المؤرخ في 15 نوفمبر سنت 74 المتعلق بالخدمة الوطنية والذي تم إلغاؤه وقد تم تكريس نفس المبدأ بموجب القانون 14-06 المؤرخ في أوتس 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية في عادة قرار هذا المبدأ والذي تطرق في إحكمه إلى المدة الخدمة الوطنية التي يؤديها المجند واعتبارها بمثابة مدة خدمة فعلية لاحتسابها في معاشة تقاعد كما اعتبرها أيضا فترة خبرة مهنية تسمح لصاحبها من استفادة من امتيازات أخرى كالتوظيف والتلقية هذا مبدأ قانوني مكرس في قانون الخدمة الوطنية في القانون 14-06 المتعلق بالخدمة الوطنية وتنص إحكاما للقانون 83 المتعلق بالتقاعد عندنا لا سيما المدى 11 على أنه تعتبر فترة الخدمة الوطنية فترة عامل وتحتسبه في معاشة تقاعد مباشرة أي تقاعد في سن القانونية التي حددها المشرح استيسار على الأقل أما عن فترة الخدمة الوطنية في معاشة تقاعد بالنسبة للمستفيدين من تقاعد النسبة ودون سرط شرط السن فتجدر الإشارة أن التعديلات التي أدخلها المشرحة على أحكام القانون 83-12 المتكور أعلى بموجب الأمر 97 تعديل تاعة 83-12 بموجب الأمر 97-13 المؤرخ في 31 مايو 97 الذي أحدث التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والذي تم إلغاؤه بموجب أيضا قانون 15-16 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 فقد حددت حكام المادة 6 مكرر من هذا الأمر الفترة التي هي في حكم العام الفعلي على سبيل الحصر ولم تدرج فترة الخدمة الوطنية بالنسبة لتقاعد النسبي والدون شرط السن في هذا الصدد وجدنا في هذا الصدد تم إمضاء هذه المبشرك بها تم إمضاء قرار وزاري مشترك في أوت الماضي هذا حيث يحدد كيفية تثبيت فترة الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى مبعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة أين تم توضيح في أحكام الفصل الثلاث منه على الأشخاص المعنين بتثبيت فترة الخدمة الوطنية في معاش تقاعد بصفة صارحة ومستخدمون محامل التقاعد في سن القانونية بمعنى أنه الآن اللي يجي اللي يروح للارو ثلاث يلحك سن القانونية تقاعد ستين سنة ويكون اللي عقب إلا عامين خدمة وطنية تحتسب الآن ما يبقاش يروح للعادلة لكن يمكن تتكلم بعد القارة الوزاري المشترك اللي مضيته مؤخرا واللي تم استدعاءه استبقائه يعني استبقائه واللي تم استدعاءه في إطار التعبئة يعني سابقا فهذا كل تحتسب في إطار في إطار المعاش تقاعد ملف تقاعد يعني أخذ بعين الاعتبار وتكفي لبيه في القرار الوزاري المشترك المؤخر اللي مضيته مؤخر من بين ملفات اللي خدمنا عليها منذ ما جئي على على رأس هذا القطاع نظر هذه الإجابة من التقاعد سأني لأخذ صحافي ضرك على قرية التقاعد وكننا تكلمنا على هذا الموضوع احتساب الخدمة الوطنية والاستبقاء والاستدعاء حين الآن فصائد يدخلوا في حساب التقاعد للمستفيدين من التقاعد ما بعد ستين سنة يدخل في التقاعد العادي يستفيد من خدمات من هذه الميزة من هذا الامتياز اللي وفي سنوات الخدمة الوطنية يستفيد منها وفي سنوات الخدمة الوطنية ولا الاستبقاء ولا الاستدعاء يستفيد منها يستفيد منها في الترقية وفي المسر المهني وهذا ايضا مكسب مكسب الاجتماعي يضاف الى المكسب الاجتماعية الاخرى اللي لازم ايضا انثمنوه تبقى يعني اللي يستفيد من التقاعد اللي يستقبلون شرط السن اللي هذا لو اه توقف في سنة 2016 هذو مستثنين من العملية لأنه لانه الموضوع يمس الا اللي راح يستفيدوا من من التقاعد العادي بعد ستين سنوات في سنوات الخدمة الوطنية ولا الاستدعاء يستفيد منها في الآر وثلاته يستفيد منها في الترقية وفي المسر المهني وهذا ايضا مكسب مكسب الاجتماعي يوضاف الى المكسب الاجتماعية الاخرى اللي لازم ايضا انثمنوه تبقى الان اللي يجي اللي يروح للارو 3 يلحق سن القانونية تقعد 60 سنة ويكون اللي عقب الا عامين خدمة وطنية تحتسب الان ما يبقاش يروح للعادلة كما كنت تتكلم بعد القرار الوزر المشترك اللي مضيته مؤخرا واللي تم استدعاؤه استبقاؤه يعني استبقاؤه واللي تم استدعاؤه في اطار التعبئة يعني سابقا فهذا كل تحتسب في اطار في اطار المعاش تقاد في سنوات الخدمة الوطنية ولا الاستبقاء ولا الاستدعاء يسفد منها في اللارو 3 يسفد منها في الترقية في المسر المهني وهذا ايضا مكسب الاجتماعي يوضاف الى المكسب الاجتماعية الاخرى اللي يجب ايضا نثمنه تبقى في سنوات الخدمة الوطنية ولا الاستبقاء ولا الاستدعاء يسفد منها في اللارو 3 يسفد منها في الترقية في المسر المهني وهذا ايضا مكسب الاجتماعي يوضاف الى المكسب الاجتماعية الاخرى اللي يجب ايضا نثمنه اشتركوا في القناة